تسبب القصف المدفعي للاحتلال التركي والفصائل الارهابية التابعة له على مدينة تل رفعة في ريف حلب الشمالي بتصدع جدران المنازل وانقطاع الكهرباء في المدينة ما زاد من معاناة السكان ومهجري عفرين القاطنين هناك احد مهجري عفرين المقيمين في تل رفعة قال ان سقوط احدى القذائف تسبب بثقوب وفتحات في جدران منزله جاءت القذيفة حوالي الساعة العاشرة والنصف من اتجاه مارع التي تقع تحت سيطرة الاحتلال التركي والارهابين التابعين له اصابت سور المنزل الذي اقتنه بشظايا وتساقطت حصى وحجارة على الاطفال جراء تضرر الجدار القصف على المدينة تسبب بانقطاع الكهرباء وتصاعد الادخنة وانهيار في المباني ما زاد من خوف النازحين كنت اعد في راش النوم سمعت صوتا قوي وانقطعت الكهرباء بحثت عن وسيلة للانارة لم اجد خرجت الى الصالون رأيت دخانا كثيفا من الخوف لم ادرك ماذا افعل هذه الظروف التي يعانيها اهالي اكفرين المهجرين بشكل شبه يومي طمست احلامهم ولم يبقى لهم سوى امل وحيد لا زالوا متمسكين به وهو العودة الى مسقط رأسهم اريد العودة الى منزلي في عفرين لم نعد نستطيع عمل اي شيء هنا اريد ان ادفن في مدينتي وقصفت قوات الاحتلال التركي والفصائل الارهابية المتمركزة في بلدة مارع الاحد الماضي مدينة ترفعت بثمان قذائف مدفعية ادت لاضرار مادية في المنازل فيما تعرض محيط احدى النقاط العسكرية للقوات الروسية في المدينة نفسها لعدة قذائف دون وقوع اضرار اشتركوا في القناة